افرد ان انا تذكرت الصلاة اللي فاتتني تذكرت ان انا ما صليتش صلاة الظهر وانا علي صلاة العصر والعصر فاضل عليه المغرب يدا فاضل عليه اقل من اربع ركعات فلو صليت الظهر هيخرج وقت العص عن وقته فاعمل ايه في الحالة اللي زي دي هل اصلي بقى الظهر ولو خرج وقت العصر عن وقته ويبقى كده خرجت العصر عن وقته ولا ايه اصلي العصر عشان انقذ ما يمكن انقاذه وبعد كده اجيب الظهر بعدها ففيها مزاهب المسألة دي بقى لان عند المالكية عندهم الترتيب واجب وعند الشفعية الترتيب مش واجب كويس فعند الشفعية حلها سهل اصلي العصر ويدركه الاول عشان ما يضعش مني الظهر وقته ضع ضع وانا كنت ناسي فلو حصليه الوقتي حيدن علي المغرب والعصر حيدع وقته حيبقى ده قضاء وده قضاء فيهمت بقى ازاي فيقولك ننقذ الحالي الموجود الوقتي اصلي العصر ده الشفعية يقوله كده وبعد كده اصلي الظهر بعد العصر لان الترتيب ليس واجبا فيهمت بقى دي طريقة الشفعية طب المالكية يعملوا ايه المالكية عندهم الترتيب واجب يقوم يصلي العصر بنية الاداء وبعد كده يصلي الظهر بعد ما ايه ما ادن المغرب ويصلي المغرب لان وقت المغرب دي يصلي الظهر وبعدين يجيب العصر تاني مراعاة للترتيب شفت بقى المالكية المالكية يعملوا الحكاية دي فناخد بالنا ان ايه طريقة تطبيق الحديث مهمة في اختلاف المذهب المختلفة علشان ما تحترش كتير واختر المذهب اللي يريحك لكن المهم انك انت الصلة اللي نستها تؤديها بمجرد ذكرها ولا تؤجلها الا اذا زادت عن خمس فرائد فلك ان تؤجلها في ادي الحالة ايه لوجود الصعوبة ايه ان الانسان يصلي فرائد يوم كامل في وقت واحد